السلام عليكم متسابقين على قناة موطور ايكس فيديو جديد ان شاء الله وبلان جديد المهم كنا بدينا واحدة سلسلة الحلقة على العرق الموطر على هذا الشيء السيزي وكيف اشتري موطر السيزي وموطر الموطر 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 وهذه المهم وقص بعد التعليق في الكثير من الفيديوهات يجب ان الناس مهتمين بعض الموضوع هذا وكيف اشتري موطر سبارك الله على هذا الموضوع وكيف اشتري موطر اشتري موطر بالعلم والتجربة التي اشتري في الموطر نشرها معكم قبل ان تكمل هذا الفيديو لا يوجد افاتي الشيجين كنت اول مرة ادخل الى شاين دينا تتابعنا معنا ودخل التفرج مع الاصلتك قد نال الحلقة نريد ان نتعلم على التلقيم السابق الذات مشانهم اشتري مfleet هناك اشتري مواطر بليست اختب izi اشتري موطر بلاقة كبيرة بلاقة كبيرة نحتاج البيانرمية حاجة باينة وخلاص قد يزماني تيك على هذا الشكل هذا خلفت أنا يسمية وكذا باش رقمت بماية مهم ما علينا مشكل في الترقيم السابق تباكين الترقيم السابق ماذا هو أصلا؟ الترقيم السابق هو ذاك الرقم لكي يخرج مثلا الموطر من الامازون هنا في بلاست تكون مكتوبة الرقم و مثلا نخرج موطر من الامازون هنا و الرقم السلسولي من الموطر أو مثلا الموطر موطر من الخارج و التدوين و تكتفيه هنا في الترقيم السابق و تكتفيه و تضيف البلاقة التي يكون هذا الموطر في الخارج مثلا أنا أعطيكم متاق كما أخبرتكم مثلا مثلا موطر تدوين من بره في ترقيم السابق سوف يكون هذا الرقم الذي يرفض البلاقة مثلا في موطر السابق و تدخل البلاقة و تكتفيه و تكتفيه هذا الرقم في الترقيم السابق تكون هذه الكتابات في 828 ام و ترقيم السابق ما هو النواقع يسرم تديم Wersel من خلال السابق و ينتي ear تدخل من خلال السابق والسابق التي يز ведь تتم تدخل المهمة فهم تهم في موطر في موتر فهم ممش يشتر وكيف يدفع بها يجمع ورائقاته وقام بعمل ورائقاته ولذلك المنطرة تحت بها ١٢٥ و ٢٥٠٥ و لماذا حددت أنه مكان فيه ومنذًا يعملوا برائقة كبيرة وقدموا إشارة لعقل صورة التلفازة وقدموا الوريقات التي تجلبوا لهم وضعوا الوضع وقدموا لهم كتجرز الصون بحال هذا هذا الصون أغلبية ستجدها كثيرا موجودة كثيرا وكأنها خلاص لأنها أخرى تخرج من من الدوانة أو من السيزي هذه توجد الأنواع أرى أن أخرى في التلقيم السابق هو الـ VOP تكون هنا مكتبة هذه الـ VOP تعني بأن تشرام المزاد العلاني من المزاد العلاني هذه الـ VOP لا تخاف منها لا تخاف منها لا تخاف منها يعني أي مطار كبير قاعد سيلان اللي كان بخصوصة البلان الخيبرة الـ VOP وقفني أنا بوليسي وعني قاعدة الـ VOP أنا أخرج في عيني من الرجل حيث لا يستطيع المطار الفوريان يقول لي الخيبرة لو أمسرق من الخارج ويخلها كاملة لا يقول لي لماذا؟ حيث أن هذا المطار لا يشري من المزاد العلاني يعني أعرف المصدر ويقول لي الخيبرة ويقول لي الخيبرة لو أن هذا المطار مسرق أو لم يسرق من حقه وخانتك سيكون ضحية ولكن ما عندك ما يتدر ستصبر ستخلل الخيبرة ويأتيهم الجواب كانت لم تدكرارة المطار وفي الوقت ستخرج المطار ويأتي المطار لديه المطار ويأتي تحيا ويأتي تدخلت على المطار ويأتي تحيا ويأتي تحيا وهذا الصند هات الشيء ما نقدرون نقوله على هات الصند بالنسبة ل النوع كما قلنا النوع اللولاني ديال توب الفي ماروك هذا اللي خارج من الميزون في المغرب النوع الثاني اللي قلنا تعشر كي النوع الثالث اللي هو الفي اوبي وكي نصن في اوبي كي تكون مكتوبة هنا وعلى جنباء في اوبي تاريك خارج من السيزي وكي نصنع الرابع وهاديك الصند كي نقولنا اتدارت لها كارت التي تدفعت لها كارت تطلع لها ضوصي كانت تجد كارت تسير كلي بوراق وكي نصنع تطلع لها تطلع لها تطلع لها نحن متفاهمين تطلع لها ثم تطلع لها قوة الجبائية قوة الجبائية هو الخيل خيل واحد وعدد الأسطوانات خلاص واحد تقدر تلقى مثلا هدروع لديل Z 750 هتلقى فيها عدد الأسطوانات ربعة القوة الجبائية ثمانية ماشي سبعة طيماكس 500 تلقى فيها عدد الأسطوانات جوج والقوة الجبائية خمسة 300 تلقى فيها عدد الأسطوانات واحد والقوة الجبائية ربعة ماشي ثلاثة وفي المائتين وخمسين بحسب اكس ماكس مائتين وخمسين نتلقى فيها ثلاثة ومثلا نفاش خديس هديك البرغمان كاتصان قسرها خمسة فهمسي هذا يجب أن تشريك المطار كبير لا يوجدها فقط تدخل تقليبات ومثلا تدخل تكنيج ومثلا تدخل مطار ومثلا تدخل ومثلا تدخل المطار ومثلا تدخل هذا المطار عدد الأسطوانات يوجدها من سيلاندر ومثلا هادي شرار من شرارت من قبل تدخل اي مطار وبنطع تدخل اي مطار وتدخل فيها وراق كاعد يرس اتخل لكم اذا ما نقول لكم من سمال الكارت قريزر هذا الموضوع هذا هو السيزي قديمة وهذا ما نقول هذي براءة تخرجت من السيزي كنا نحن اشارناها من واحد السيد وقاسعية وحطوطة هذه ما نقول لكم على هذا الموضوع هذا التلقيم السابق يعني هذا يجب ان تكون ضبطة الامر لا يجب ان يضوخك لا يجب ان يضوخك سوف نذهب الى الموضوع نمسي الموضوع الى الموضوع وكيف اشتوزه دعوكم معنا تحياتي لكم مع السلامة وما تنسوش موتوريكس تحياتي لكم تحياتي تحياتي لكم ترجمة نانسي قنقر